أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقتنا من برنامج قهوتك مع دعاء هنكون معاكم كل يوم خميس من الساعة 2 للساعة 3 في قهوتك مع دعاء هنستعرض أهم الأخبار الاجتماعية اللي بتهم الأسرة المصرية وكمان هيكون معنا ضيوف مهمين جدا على المستوى العربي والمصري هنبدأ بأول أخبارنا انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي خبر أن كلب من النوع البلدي قدر يصعد قمة الهرم المهم أن الكلب ده روج للسياحة في مصر بشكل غير عادي وبدون أي تكاليف فيديو الكلب حقق مشاهدات عالية جدا تصل إلى ملايين المشاهدات وطبعا كان دعاية مجانية زي ما نقول للسياحة في مصر وإن كنت أنا يعني شايفا ممكن يكون خبر عادي بالنسبة لحد مصري فللتعليق على الخبر هيكون معنا مدخلة مع الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين مساء الخير يا دكتور أهلا بحضرتك كل اتحايا دكتور دعاية وألف مبروك برنامجك وإن شاء الله يكون برنامج هادف ومفيد ومستمر بإذن الله رب العالمين الله يبارك فيك شكرا يا دكتور مجدي دكتور مجدي ايه حقيقة خبر تسلق الكلب للهرم وتفتكر هل يستحق الرواج اللي شوفناها على السوشيال ميديا اسمحيلي بس حضرتك لأن يعني الأهم من هذا الموضوع طبعا هو الاتنين في الأهمية لكن الأهم من بارح ما أثير في كل السوشيال ميديا بخصوص قبة حليم باشا اللي هي في موجودة المنطقة المشافعية واللي كل السوشيال ميديا مقلوبة عليها آه اللي بتتعرض لهدمة حاليا ودي إن ده العرشي في الدول أن يعني الحمد لله ما زال مصر بخير وما زال الناس مهتمين بترسم وتاريخهم ولكن كل ما نخشى نقول يا جماعة خليكم أرجوكم زيبونه كل واحد ذات العشل خبازه إحنا قلنا كتير ونمكن ناس هجمتنا أن هذا المبنى غير أسر لأنه كان جنبه بالضبط حاجة اسمها قبة حوشي الباشا وهي من نفس التاريخ ونفس الأسرة وما أي وما ضمش هناك مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم أن يكون الشيء أسريا أو غير أسريا فكرة مرة علي مئة سنة دي كلمة عامة ولكن هناك مجموعة من ضابط والشراطات الأخرى تاني حاجة حضرتك إحنا كنا كل أربع الفات كنا منحتفل بالمتحة في المصر بالفتاح التجريبي وبعدين بعدها بيومين جلنا موضوع الفيديو وبعدين عندنا مرشح لنسك الدوتر الخن دعناني فأنا مش بفترض نية السوق ولكن بفترض أن هناك بعض الأشخاص وحضرتك عارفة أن هذا البلد للأسف مستهدف من بعض الناس فإحنا بقولوا للناس اهدوا علشان ده ما يشاء إحنا صدقنا أن السياحة ترجع وحضرتك شفتي يعني حضرتك شايف أن دي فترة إشراق شمس السياحة مشريقة اليومين دول في مصر رغم رغم أن احنا حوالينا في كل حدودنا الثلاثة مشاكل كثير جدا وبرغم ذلك مصر بتتصدر وجهات السياحة العالمية والحمد لله احنا حققنا في العشر تشهر اللي فيها تحوال عشر مليون ساعات متوقع يوصلوا لخمستاشر في نهاية السيزون وبالتالي فرصة جيدة فبنقول للناس يا جماعة والله يعني لازم نفكر ألف مرة أن هذه القبة ها هي جزء من الطراث ما نقدرش ننكر ويمكن وجود حلول أخرى وانا تمنى أن يكون هذه الأصوات بدلا من نفضل لأن الموضوع ده هتكرر كثيرا فانتمنى أن في المستقبل أن تكون هناك آلية للتصرف مع هذا التراث بترقيته نخرى لأن ربك جد أنا منظر البلدوزر بيحز في قلبي حتى لو بيهد حاقت مالوش أي لازمة لأن المنظر غير طبيعي إنما كلمة أثر دي اللي يحدد هذا الموضوع زي ما حضرتك كده لها معيين معينة بيروح للدكتور القلب المخ بيروح للمخ فهناك تخصصيات والمتخصين فهجب أن نسمع كلام متخصين قبل ما نهيج على السوشال ميديا ويبقى منظرنا قدام الناس مش جايد خاصة أنت عارف حضرتك العالم كله بتأثر بهذا الموضوع والسياحة عاملة زي اللابل لابل كده أقل حاجة بتأثر في الدنيا نيجي الموضوع حضرتك لرغم حضرتك قلت هو خبر عادي ولكن برغم مبسط الموضوع ولكن حضرتك بص على كم السوشال ميديا لتكلامة عاصل موضوع كم وسائل الإعلام في كل جراد الإعلام مش بس كده كمان كمان وات الناشطة الزغرافي وغيرها بدأت تتكلم عن قدرات هذا الحيوان ووجوده فإحنا يعني الرغم مبساطة في هذا الحدث ممكن نستفيد منه نستفيد منه إن احنا يعني ما أقصرنا مش قدالة بترويج لكن نروج لفكرة دلوقت فكرة طيران الشراعي ممكن نعمل بعد كده فكرة طيران الشراعي العرياضات اللي ممكن تمارس للعشرينات والتلات بيحب سياحة المغامرة فإحنا لماذا نروج هذا النوع من السياحة دكتور مجدي ونظرا بس لوقت الحلقة إحنا إن شاء الله نوعية حضرتك إن يكون لنا لقاء مفصل وحلقة مفصلة مع حضرتك هنناقش فيها موضوع افتتاح المتحف المصري الكبير إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور مجدي بشكر دكتور مجدي شاكر كبير الأثرين المصريين ننتقل لخبر تاني وهو إنه تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي دورة الخطات الكبير محمد حمام والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي مساعد الوزير للمشروعات الثقافية والمشرف على قطاع الصندوق الملتقى بيؤقت بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي ويحمل شعار بناء يتجدد يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتراث الثقافي والهوية المصرية والعربية خلص ثمانياتنا إن شاء الله بالتوفيق للمهرجان طيب نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع فقرتنا المميزة في قهوتك مع دعاء واللي هنصطدي فيها أحد الأشقاء العرب ونتكلم معاهم عن عادتهم وتقلدهم وخصوصا عادتهم وتقلدهم مع القهوة أول حلقة لنا طبعا كان لازم تكون حلقة مميزة وضيف خاص جدا من دولة حبيبة جدا وعزيزة على القلوب للوطن العربي وخصوصا في الفترة الحالية فمعنا من دولة فلسطين الكاتبة الصحفية الفلسطينية الأستاذة صابرين محمد يونس برحب بيك يا صابرين أهلا بيكي أهلا بيكي وليه صابرين طبعا إحنا طبعا بنسير بالتوازي مع الأحداث وبرغم كل اللي حصل لكن الحياة إن شاء الله تستمر والفلسطين ترجع تعمر تاني وغزة تعمر تاني مرة تانية فكنت عايزة أسألك يعني أخذك لحتة كده شوية يعني بعيدة عن اللي بنشوفه في نشرة الأخبار والحرب والقتل والدم إحنا بنتكلم طبعا برنامجنا عن القهوة فعايزة أسألك عن عدد وتقاليد أو تقوس الأهوة الفلسطينية هل هي تختلف عن قهوتنا إن إحنا بنشربها هنا ولا أوليلي أيوة صحيح إحنا قهوتنا بتختلف بالهيل إحنا بنعملها بالهيل حبهان أيوة بالهيل اللي هو الحبهان بالهيل وبتكون سادة وهي حسب يعني عندك في العزة بتكون سادة وعندك في المناسبات بتكون اللي هي يعني مزبوطة أيوة بس هي مميزة بالهيل اللي هو بالحب الهيل عندوكم مثلا تقوس معينة لتقديم القهوة يعني بتتجمعه مثلا الصبح أو اللي جاني لها أوقات معينة أيوة عندك في العزة في العزيات لازم الكهوة عندك هي بس في العزة يعني لازم الكهوة وعندك الصبح لازم نشرب يعني زي هيك ممكن نتجمع ونشرب آه ستات مع بعض أيوة صحيح أنا عارفة أنت بتعاملوا طب تفتكري يا سابرين بتحسي أحيانا إن القهوة بتغير المود ولا التجمع اللي معيها لا هو التجمع أكيد طبعا يعني لما بتكون حلوة مع الجهوة هيك وبتكون جاعدة حلوة وبعد كده تنطلق وبقى كل واحد يبدأ اليوم بتاعه أيوة صحيح طيب عايزة أكلمك بقى عن فلسطين أنت من غزة أو من منطقة تانية أيوة من غزة من بيت حنون وبقالك قد إيه في القاهرة بقالي سنة وشهرين مع الأحداث تقريب أي قبل الأحداث بشوية قبل الأحداث بشوية واستمر ريتي في البلد أيوة أجيت هنا أعمل أنا أطفال أنابيب يعني ما كانش فيها حرب فإنه لما عملنا الأطفال أنابيب بعديها بشوية صار الحرب أيوة صارت الأحداث ما قدرتش أرجعي تاني ما قدرتش أرجع والله أنا عالقة هنا أيوة حاليا عالقة إن شاء الله ترجعي بألف وسلان الله يبارك فيك طيب وليلي صبرين كلميني عن أكلات مشهورة عندكم في فلسطين غير القهوة بقى كلمين عن الأكل المشهورة عندكم إيه هو إحنا مشهورين طبعا بالمفطول المجلوبة مشهورين عندك الصبح لازم جليت البندورة هاي لازم نعمل جليت البندورة والزيت والزيتون فلسطين والأردن لا هو فلسطين أيوة والأردن برضه عندك لازم الصبح برات شاي وجنبه اللي هو الزيت الزيتون وزعتر وقليت البندورة هاي يعني هذا الفطار هذا لازم الفطار أيوة يعني يوم الجمعة مثلا بنعمل اللي هو الأكلات المشهورة عندنا اللي هي المفطول المجلوبة المسخن الفلسطيني هي هاي الأكلات المشهورة هي المشهورة عندك طب قولي لي أنا شايفها ألوان جميلة وتطريز حلو قوي الشغل اليدوي اللي انت لابسي كلميني بقى عن الزيت اللي انت لابسي أيوة هو هدا زينة منلبسه في المناسبات يعني عندك منلبسه في الأفراح منلبسه في المناسبات بدنا نطلع مشوار هيك يعني هو هدا أصلا لبسنا يعني هو هدا ثراتنا ثرات الفلسطيني يعني لابتشتغلوه باليد؟ منشتغلوه باليد أيوة الغرزة دي اسمها ايه مثلا؟ لا هو أنا مش أنا اللي بشتغلها يعني أيوة بس إحنا يعني في حدا بشتغل هدا الشغل وإحنا بنشتري فهمك كيف يعني وألوان ولا لازم الأحمر؟ الألوان في الأحمر في اللي هو اللون البيج بس هدول اللونين لون الأحمر والبيج وفي الأبيض اللي هو التوب الفلسطيني الأبيض طيب ده لبس عام ولا كل بلد لها غرزة مثلا؟ لا هو لبس عام هو لبس عام نفس التطريز ده على فكرة ده شبه عندنا قوي الشغل السينة سينة؟ ما هي سينة برضو شغل بتاع سينة نفس الجلبيات بتطريز بشكل الغرزة باللون الأحمر المميز مع الأسود أيوة فده أنتوا بتحرسوا عليه في المناسبات بس أيوة في المناسبات يعني في الأماكن اللي زي هيك إذا ما كانوا بيلبسوه لوحده مش شرط المناسبة أيوة كان يلبسوه على طول اللي هو ستة وهيك كان يلبسوه على طول يعني عطول بيلبسوه في البيت وهيك أيوة يعني مش جلبية يعني ممكن أي حاجة سكارف ممكن سكارف ممكن أي حاجة صحيح الصبايا بيلبسوه اللي هو زي هيك اللي هي ستة وأم بيلبسوه اللي هو التوب الفلسطيني طيب حيث يسألك يا سابرين طبعا يعني رب غزة تعمر وفلسطين كلها تتحرر ويرجعوا الناس لبيوتهم ويعمروها تاني وأجمل مكانك كمان كلميني كده عن البيت الفلسطيني التقليدي تقسمته إيه شكله إزاي وأنا دخلاق يعني كلميني كده إنقليني كده في الخيال حتى حبيب طل يسألك إحنا عاداتنا عاداتنا يعني حلوة عندك اللي هو لازم كل واحد يكون إله طابق إله طابق مستقل من يعني من الأبناء يكون إله طابق مستقل بنتجمع يوم يوم جمعة لازم كلهم يتجمعوا عند الأم والأب لازم نتجمع يوم الجمعة هذا منسمي يوم عيلة لازم نتجمع كلنا أيوة أول ما تقضي خليحة تحسي إنه فلسطين هيك روحوا فلسطينية بتحسي بتحسي البيت روحوا هيك حلوة لكن عموما بتحسي البنت أو الستر فلسطينية تتميز بإيه أو أنت عيشت هنا في مصر سنة حاسها اختلاف إيه عن الستر مصري ولا المرأة هي المرأة؟ هي المرأة لا أكيد في اختلاف لا هي المرأة برضو بس إحنا عدنا إحنا بيحترم المرأة يعني ثانية واحدة مين اللي بيحترموا المرأة؟ عدنا الرجال وعدنا المجتمع يعني بيعزوا المرأة عدنا بيحترموها ست مقدرة يعني مقدرة أيوة صحيح أوكي أيوة وبيحترموها وهيك وده ما حسيتهوش هنا؟ هنا مش يعني مش كتير لا ممكن أنت عشان ما حكتيش كتير بكل المجتمع أيوة يمكن بس هو عدنا إحنا بيقدر المرأة أيوة طيب وليلي بقى يا سابرين يعني برضو يعني كل تمنياتنا أن الأفرح ترجع والدنيا والحياة الطبيعية والأجيال اللي تتربف جوه صحي ونفسي كويس أكيد الحياة تستمر يعني إحنا أحيانا بنشوف أنه حتى في المخيمات وحتى في أماكن اللاجئين بشوف ناس بتحتفل بزفاف بجواز بيغنوا بيشهروا الجواز تتكلميني عن أفرحكو بقى في العادي يعني أيوة إحنا أفرحنا بتتميز بـ هي الأول الصبح ولا بالليل ومعادها إيه؟ إحنا عدنا بيجيكي يوم اللي هو للنقش الفلسطيني يعني لازم يوم للحنة الفلسطينية يوم إن هذا تلم حبايبها وتلم جيرانها وتجتمع وتتنقش العروس بالنقش الفلسطيني واللي هو النقش بالحنة الفلسطينية وتتجمع وتتنقش حنة أيوة إسا ما عدنا حنة فلسطينية هذا يوم الحنة بيبدأ من الصبح لبعد العصر بيجوا الحبايب وهيك بيبقوا لابسين اللي هو الزي الفلسطيني وبتنقشوا وبحطوا لهم جاهوة وهيك وبقعدوا وزي هيك ثاني يوم هي بتكون اللي هي الزفاف حفلة الزفاف بتكون في قاعة الصبح بيجيبوا غدا اللي هو لازم يجيبوا وجبة غدا لكل المعزيم بعزموهم بيجيبولهم غدا للعيلة والأحباب وهيك لازم هاي دواجبة غدا الغدا مش عاش المعزيم لا الغدا احنا العكس با احنا عاشا ايوه انت عاشا احنا غدا وفي الليل بصير القاعة وصير حفلة الزفاف اللي هي احنا منسميها الدخولة والحفلة منفصلة الستات لوحدها ورجالة لوحدها ايوه احنا النستوان بقاعة والرجال بيكونوا ايوه بره ايوه ورجالة لوحدها ايوه جميل سابرين يعني في النهاية طبعا نتمنى ان الحياة ترجعها لفلسطين واحسن من الاول وغزة تتعمر والناس ترجع بيوتها افضل من الاول وترجعوا تاني في الافراح والموسيقى ونيجي نشرب اهوة عندكم ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا يا سابرين بشكر دفتي الكتبة الصحفية سابرين محمد نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم اهلا بحضراتكم حياتنا مليانة باحداث وحكايات للأسف متأثر علينا بشكل سلبي ولكن طبعا لازم ما نقفش ونكمل والحياة تستمر ايضا لازم نعيش في صحة نفسية او نحاول ان احنا نحافظ على صحتنا النفسية قدر الامكان في ظل طبعا الاحداث اللي بتحيط بينا ونشرات الاخبار اللي بتعاكن علينا لان طبعا صحتنا النفسية بتنعكس على الصحة البدنية هنعرف النهاردة ازاي نحافظ عليها ونحاول نخرج من الجو اللي احنا عايشينه علشان كده برحب النهاردة بضيفي دكتور احمد فوزي صبرة استشاري الصحة النفسية اهلا بحضرتك دكتور منورني اهلا بحضرتك اهلا بيك دكتور دكتور احمد طبعا في ظل الاحداث اللي احنا بنعيشها في المنطقة لشرق الاوسط والوطن العربي وفلسطين بشكل خاص حروب حوالينا مقاسي بنفتح نشرات الاخبار طبعا ما بيطلع لنشغر الدم والقتل والجرحة والشهداء والانفجارات وكل يوم بلد بيتم يعني زعزعة امنها والاعتداء عليها ربنا طبعا يحمي مصر طبعا ونفضل دايما لكن في ظل اللي احنا فيه دكتور احمد ازاي نحافظ على صحيتنا النفسية طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم اولا عشان نقول ازاي نحافظ على الصحة النفسية عايزين يفهم الناس ايه هي صحة النفسية أصلا صحتك النفسية هي السعادة هي المتعة هي الانجازات اللي انت بتقدر تعملها في كل مرحلة عمرية انت بتعيشها لو انا النهاردة طفل المفروض عايش مرحلة طفولية حلوة سعيدة انا نفسي شايف ان انا بعمل المفروض اعمله في المرحلة دي لو عدت مني المرحلة بتاعتي انا سعيد بان هي دي المرحلة العادة مع critique مشكلة فيها نفس الفكرة بتحصل لو انا النهاردة في الشباب لو انا في مرحلة الرجولة كل مرحلة عمرية بتعدي عليك وانت بتعرف تحل مشاكلك وانت بتعرف تعمل انجازاتك وانت بتعرف تحقق لنفسك مقدار من السعادة والمرحلة دي بتعيشها صح دي اسمها صحة نفسية تشمل في داخلها بقى خلوها من الامراض ان انا ما يعديش عليا امراض في المرحلة دي ما يعديش عليا حاجات تفقدني التوازن بتاعي في المرحلة دي ما يعديش عليا اشياء تفقدني قدرتي على التعامل بشكل صحيح ده كده صحة نفسية طبعا بناء على التعريف دوت لما يلاقي بقى أن أنا عندي أحداث خارجية بتأثر علي نفسيا هلاقي أخبار غير سعيدة بتحصل حاجات ما بتمنهيش حاجات مش كويسة لكن للأسف كل مفتح التلفزيون كل مفتح مثلا نشرة الأخبار أسمع أحداث مؤلمة ده هيأثر علي طبعا هيأثر علي جدا ليه لأن بني أدم طبيعي ما كنتش هتمنى أن أشوف إخواتي في العروبة بيحصل لهم كده في كل دولة بيحصل فيها مشكلات كنت أتمنى لهم سعادة وإنجازات أكبر واضطر فدي اللي بتحصل فيها حالة من الضغط النفسي اللي بيأثر على الصحة النفسية بتاعتك طب الحل إيه دكتور أحمد إحنا مش قادرين من تبعش يعني مثلا حد يقولك أنا بتأثر أو يبعاية وكده بس أنا مش قادرين أنا ما تبعش بصحة كل يوم أفتح على نشرات الأخبار أو أفتح على الأحداث أو أقرأ يعني على المواقع طيب عندنا حكتين مهمين جدا لو الشخصية اللي قدامي حساسة جدا ودي أكتر الشخصيات اللي بيجي لها مشاكل من المتابعة أو أنا بلاحظ حتى كبار السن يعني أهينا أطبع تقريبا بيعياته بشكل يومي عشان نسبة الوقت بتاعهم كبير جدا فيه فراغ كبير قوي وفيه متابعة مباشرة للأحداث بيعيشها جوه الحدث بيعيشها أكتر من أهلها على فكرة يعني يمكن أنا على معاشرة بناس كتير داخل غزة على معاشرة بناس كتير برة يمكن بتواصل معهم بفضل لا لا بيوكموا حياة يعني قادرين ياشو حياة بفضل لا كويس صمدين صمدين ولقوا بيجيبوننا مشاهد كمان إن هم جوه مدرسة مكيمين فيها ومع ذلك بيلعبوا كورة جوه معرفش إيه بيحصل آهية في معاناة بس بيحاولوا ينفسوا عن نفسهم بشكل سليم على عكس النهاردة أنا ممكن نلاقي واحد موجود في مكان هنا بيعيط جمد جدا وبيعيط على حال البلاد وهو بعيد يعني مئات الكيلومترات عن الأعر دي حساسية مفرطة الحساسية المفرطة عندنا تيجي من الألق والتوتر يعني تلاقي الشخصية الألوقة أكثر حساسية وأكثر تأثر بل ويدخل فمود اكتئبي لذلك بتبقى في مشكلة هنا لو دخلنا لقدر الله في اضطرابات صريحة ألق توتر خوف أعراض اكتئاب أنا لازم أخذ علاج نفسي بس حضرك ما تنصحش بمتابعة اليومية لأخير ما ينفعش لو أنا مش مرن ما أقدرش يعني المرونة يعني إيه يعني أنا بتابعك وبقول إن أنا لازم أتعاطف معك ده لازم يتعامل ده دور إيجابي ثم بقى إني أقدر أعيش بعد كده وأمارس حياتي مش حياتي هتوقف عشان بس أوضح الفرق بيني إن أكون مشارك فعال وإن أكون سلبي أنا مش عايزك سلبي لكن في نفس الوقت إنك تتأثر إن حياتك تتأثر إن كراراتك تتأثر إن خالتك المزاجية بوز أنت كده أثرت على نفسك كبشر وصحتك النفسية تأثرت لأ هنا فيه جزء مختلف وقف لازم أفرم الأخبار ده أخبار بتضرك رقم اتنين مش بس الأخبار طبعا ممكن ده يكون نتيجة حاجات تانية أيما يكن السبب أو المصدر اللي هيسبب لي مشاكل نفسية هوقفه ثم أبدأ أعالج الشخص ده نفسه أخفف الدغوط عن نفسي طبعا ده فيه مليون حاجة لازم نعملها له حسب سنه وحسب وقته وحسب الكدرات اللي ممكن تسمح له إن يكون به طيب دكتور أحمد يعني ربطا بموضوع العنوان البرنامج أو اسم البرنامج ده حصل نوع البلد طيب القهوة عموما طبعا جميلة فبتأثر جدا القهوة من الحاجات اللي بتدي تنبيه اللي بتساعد على الفوآن والتركيز تحسن الموت شوية الموت والمزاج بيالة بس هنقول بقى نصيحة أيوا علميا هو الحد النهاردة وأنا بتابع للدراسات بتاعت القهوة قالوا إن فنجان واحد مفيد جدا في اليوم ويساعد على زيادة ضربات القلب فيعمل لك باور والنشاط حتى دايما لو راح الجم يقول لك تشرب واحد قهوة قبل ما تروح كافيين فده حلو جدا زيادة بقى القهوة بكميات مفرطة تسبب بقى التوتر زيادة ضربات القلب اللي يعمل معك قلق وتوتر وخف يعني القهوة المفرطة ضرر أما القهوة في اليوم في الكنترول فيه سؤال معرفش بس يعني دولك قهوة عادية والقهوة فرنساوية لأ ده نتقل فيه بقى واحد تانية ده نتقل فيه تجربون أصلية الفكرة في نقطة هو فيه أنواع كتير من القهوة فإنه دي محتاجة لو أنا هجابة علمية أنا هعمل لها دراسة وإيه الفرق بين كل نوع وحسب بيزرع فين بالنسبة ده أنا عرفت أن حسب الزراعة بتاعته بيختلف وطبعا فيه عندنا القهوة بلاي يعني مثلا سوريا معروفة القهوة بتاعت السوريا دي قصة تانية يعني ما تجيب حد سوريا منفحش رزيزمها القهوة عادية فهمين لها كده وصفة كل دولة لها وصفتها فإحنا نقعد معهم نعرف الكصة بتاعت القهوة دي طيب دكتور أحمد يعني الصحة نفسية للست وللراجل حباية تختلف أه تختلف طبعا أه إيه بقى احتياجات هنا وهنا أولا الست بتمر بطبيعة المرأة عموما والتغيرات الهيرمونية لها بتخليها تمر بحالات مزاجية مختلفة على مدار الشهر على مدار الشهر وحينا في منهم على مدار اليوم لو الشخصية دي بتعاني مثلا شخصية حدية لو شخصية هستريونيك لو كذا دي بيجي لها حالات مزاجية في اليوم الواحد لو هي بس بنتكلم في الشخصية الطبيعية عادية دي هتمر بحالات مختلفة مزاجية على مدار الشهر والهيرمونيات مختلفة على عكس الراجل طيب طبيعة عمل المرأة والبيئة بتاعتها بتختلف عن الراجل يعني الراجل ممكن يكون بيخرج عشان طبيعة شغله فده بالنسباله من غير ما ياخد باله بيعمل له صحة نفسية انه بيقابل ناس انه بيخرج في جو نفسي كويس انه بيغيروا المكان من مكان لآخر من بيت لعمل وارجوع مرة تانية انه حتى لو فيه ضغط نفسي وبيخرج يشتغل فبيقابل ناس جديدة ويتكلم في حاجات تانية فغلاص عمل صار في انتباه من غير ما يشغل باله على عكس مثلا المرأة قاعدة في البيت حالتها النفسية تتأثر اكتر بكتير طبعا فيه مشكلة حصلة بينها وبينه تقعد هي تفكر فيها يعني باليومين وترجعت له قاعدة ولا فيلو لأ وبعدين الامور بتتدخم معاها يعني بتشوف الحاجة كبيرة عشان متفرغة اه متفرغة واعدالها لذلك احنا حتى بنقول ان بنلاقي كتير من النساء اكثر عرضة للتقلبات المزاجية والاضطرابات عن الرجال طيب دكتور احمد احنا معنا مدخلة يبدو ان الموضوع شيق اه معنا استاذ محمد حسين من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا دكتور يا اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك انا سوالي مقتصر بس عشان وقت البرنامج انا عندي تبع وربعين سنة تمام ومريض اه انجلاب غضروفي في فقوات القطنية تمام وعندي سوالي منفصل وعايش لوحدي بقالي اكثر من حباشة السنة تمام فانا الحمد لله ما فيش حاجة نفسية انا متزم ومصاردي الحمد لله مشاء الله انا بس المشكلتي اه انهم رقبت عندي يعني الشغل عندي كان لكم مش مضبوط لان اللي غضروف عاملني مشكلة في حياتي يعني تمام ففي نوع تلي علاجة طبعا ما نفعش اقول اسمه والهوام قول اسمه عشان قول ممكن اوام بسنوش مساعة نايم تمام باللسه مؤخرا لحد ايه اللي عليه يعني فانا جبته يعني جبت شريط منه قلت اجرب ده واحدة كده؟ يعني انت جبت الشريط وخدته كده؟ اه اه هو حد قالي ده بعلي بالاعراء هو حاجة زي جبت من كده وحاجات كده نفس الانتجاه ده تمام بس التركيز بتاعه عالي شوية فالصيدالي قال لي متاخذوه متاخدش للأرس كله ممكن ممكن ينايمك كتير قوي تمام فانت اخد نفس أرس نفس أرس اه ممكن يخليه مثلا عشر ساعات تسعة ساعات حتى لو قمت قابلي كده اثاري الفجر ببقى قيم بدا الواقع ماشي الحاجة التانية في بعض الدكاتل النفسيين اللي رفت بكده بتكام نفساني اه بدو الزيت اسمه يعني هو مشهور جبن اعلاميا يعني قال لي اه قال لي احاول على قبل ما تقدر متعيشش لوحدك طب اعمل ايه هتوقعيش في الشارع يعني تتجوز يا فاندي ما هي النصيحة واضحة هي تتجوز ومش عارف تتجوز والله الحياة صعبة للوقت تتجوز بكامل معا ربنا ان شاء الله دي انا هعمل لك خلقة على موضوع الجواز ده بس تكمل معاك الأول فانا اعمل ايه حدثتيني وقاية فيه اكيد طبعا الناس جدين كتير من الشعب المصري عايشين لوحدهم صعبت ايدات او رجال فاعمل ايه حشان اعانف ذات انا الحد على قد انو الامكان مخروج بهاوي نفسي ومخروج باتفسح بروح اينا وبروح اينا بس الامر من الاوقات ببقى همتقل في البيت فانو القاية احنا تقولي عنيها ولو فيه نوع اااا حتى تقولي المادة السعالة بتاعته ايه مجتازة من الاسم اللي يخليه ابقى مسترخم يكون بديش اثار جريبية هجاوبك حيلا نعم طريقة طبيعية يعني حاضر واضح سؤول حضرتك شكرا يا استاذ محمد دكتور احمد هيرو الدعي هو بس احنا وانا كرأيي موزيع هو الجوز رأيت بالنفسي باعه مش عارف حضرتك تقوله ايه طيب هو اولا بس في حاجة انا اول نصيحة ليه اوعى تاخد دور محناش عارفين بتاعي وباخد منه للتجربة انت جسمك مش بتاع تجارب ومعرفش الحاجة اللي ده خلقات تضر اكتر ما تفيد حتى لو انا هنام ممكن اكون هنام بس الحاجة دي نيمتني كتير جدا وفي نفس الوقت هي بتشتغل على حاجة تانية فده ضرك مهدي استقافة بقى لمنتشر يا دكتور احمد انو انا دورت تحت عليه فلان قال لي فلان قال لي في الشغل ده ده هايل وخده ومش عارفة طيب فدي اول غلطة طيب رقم اتنين هو نفسه بيجاوب سؤاله من داخل السؤال اولا انا عايش في حالة فراغ فراغ نفسي اوان احنا مش بنتجوز عشان جوازه خلاص انا بتجوز لوجود ونس في حياتي ده الاصل في الجواز الله عز وجل لما ذكر الجواز قال ايه سكن حد بعيش معاه اتونس بيه في حياتي يبقى شريك ليه بفطفض معاه الفطفضة دي في حد ذاتها تساوي راحة نفسية ان انا اسمع لللي قدامي وشاركه دي مشاركة اجتماعية ان انا يكون عندي اتعامل ناجح فدا زكاء اجتماعي دكتور احمد هو ذكر انه عنده 47 سنة على راسي تفتكر انه الجواز في السن ده بيبقى اسهل ده الجواز انا عايز اقوله على معلومة بس يعني احنا عندنا في العادات النفسية الاف البنات مش واحدة ولا اتنين والستات اللي ظروفهم ماينفعش معها غير حد مناسب في السن 47 انا شايفة انه بيبقى اسهل انه بيبقى الطرفين اكثر نطجا اكثر نطج واخسر احتياج انا كمان بقيت عارفة انا عايز ايه بالزبط رقم تلاتة السن ده هو السن المناسب للزواج لانك في الفترة اللي انت فيها دلوقتي هتدي هتقدر عندك السن لسه مناسب ما شاء الله يقدر يديها حاجات حلوة جدا انت تفتكرها له هم مجبار فتبقى شايلاله ذكرات طيبة انا دايما اقولي السن ده احلى بكتير لانك تعرف تديها حاجة تفضل شايلها لك كمحبة وتبنى بينكو حب للأيام اللي جاي طيب هو بيقول انا دلوقتي بنزل وبتمشى وبخرج وبفضل الله عايز بس حاجة تحلها لك انت في البيت ماشي هقولك مارس الرياضة ده جزء لان طبعا الرياضة هتساوي صحها نفسية طبعا هرمونات تفرز وطاقة ايجابية بدل الطاقة السلبية وطبعا هتمارس الرياضة مش بشكل بقى اللي هو عنف لا انا عايز الرياضة اللي هي الطبيعية لتساوي لياقة بدانية فقط لغير جيم او ماشي او اي رياضة اتعجبه هو لان فيه ناس بتحب السكواش مثلا وبيبقى عندهم صحة لها كويسة جدا التينيس كويس قوي بالنسبة له اي حاجة حبا او ما شابه اه طيب رقم اتنين انا عندي العلاقات الاجتماعية مع الاصدقاء يعني انا لو بعد كل يوم او حتى بلاش كل يوم مرة في الاسبوع مع اصحابي فيها تفريغ نفسي طيب جدا طيب رقم تلاتة العلاقات الاسرية بقى اللي هي الارايب والحاجات دي عشان يحس ان فيه سلة راحم ورايحة جاية طيب اربع الهويات انا بحب اعمل هواية ايه وانا موجود انا بحب هواية الطبخ انا بحب هواية تانية هواية كذا دي حاجات مهمة علاقة بالله عز وجل دي قبل كل انا قلته يعني علاقتك بالله عز وجل هتخلي دايما عندك حالة رضا رضا يعني ايه يعني النظر لمن هو ادنى وعدم النظر لمن هو اعلى ده سر الرضا فبالتالي لما بص الناس اقل مني دايما هقول الحمد لله يا رب انا مبسوط باللي عندي اه انا ممكن اكون مفتكر لحد في حياتي لكن لا ده انا افضل من واحد تاني معنده الصحة خالص فدايما الحاجة دي هتديك طاقة نفسية اعلى وبفضل الله هتخلي مودك حلو اخيرا النوم اللي بنتكلم عنه اللي هي مشكلته الاساسية النوم عمره مكان مرض لوحده النوم ناتج عن حاجة اما ان قلق وتوتر داخلي هو ممكن تكون تفكير زايد الله يبارك فيك اللي هو أوفرسنكينج عالي هيخليك متعرفش اتنام بالليل يبقى انا لو فكرت ااخد علاج ساعتها ااخد علاج ايه نوم لا ااخد حاجة للتوتر عالج القلق بالنهار اروح انام بالليل طبيعي من غير اي نوع دو يبقى هنا الفكرة كلها انا محتاج ازبط في سبب الرئيسي لعدم النوم النوم مجرد عرض يقولك ان في مشكلة في حياتك بالنهار ارجع شوف السبب ايه زي الصداع كده في صداع يبقى في مشكلة ارجع دور عليها فين هي دي القصة مش اخو يدور على السبب الرئيسي اللي وراء المشكلة مش العرض مش ان انا اعالج النوم بحاجة وخلاص طيب دكتور احمد دلوقتي بنلاحظ انه ناس كتير قوي المرض النفسي بتنكره تحسنه عار مش هروح لدكتور نفسيني لكن مش فارق معا انها تقول انا عندي سحر انا عندي مس انا عندي حسد دي حاجة مش معيبة ابدا ويروحوا بقى لدجالين ايه رأيك دلوقتي عميل النازل ايه رأيك اولا انا خدت دبلوميت شريعة مخصوص يعني هو بيستعي بيروح لطبيب لكن مش مستعي بيروح لدجال اما اقول ان مسه وسحر يبقى انا كده مش هانا السبب دي حاجة معيبية ومع ملالي اه وانا مفعولهم به لكن تقول مريد نفسي انا ضحية اه طبعا مريد نفسي دي يعني انا مجنون اه فعيب ان انا اقول مريد نفسي وعيب ان انا رروح ايادة بس الكلام ده كان قديم شوي ليه لان النهاردة احنا بنشتغل في اياداتنا لحد 3 الصبح و4 الصبح من اقبال الناس على ايادات فبفضل الله يعني انا اقول بقى فيه وعي وعي كبير جدا ومشاء الله ده ثبب برضو كبير منه الكنوات الاعلامية اللي باعت دايما فيه استضافة لكل الدكاترة وبنشرح يعني ايه مرض فالناس بقت ما كانتش فهم المرض نفسه والنهاردة لقى الحمد لله احنا فاهمين كويس قوي يعني ايه امراض انا رحت عملت تبلوميت شريعة مخصوص ودرستها وطبعا بقيت فاهم كويس جدا المس والسحر وقدر اتكلم عنه وقدر اعالجه كمان لو موجود لانه موجود مقدرش يقول لا انكره ابدا ولا يمكن لمسلم ان ينكره فهو موجود اه موجود بس الفرق كله ايه ان علامات المس والسحر لما تعرفها وتعرف بعد كده الامراض النفسية هتلاقي منهم حاجات متشابهة جدا لازم يكون واحد دارس دا وده يعني منفعش اروح لشيخ بس لو الشيخ مالوش علاقة بالامراض ويفهمها هيتشابه علي الامر وما اقدرش اروح لدكتور بس لان فيه كتير من الدكاترة وقدينه مضوع بشدة شوية فيقولك لا لا اللي يقول سحر وصيحك من الكلام ده ده كلام فارغ لا هو مش كلام فارغ دا دين ولكن الفرق ان علاماتهم مختلفة حضرتك ممكن الشخص العادي يتلغبط فيها وبالتالي طيب انا النهاردة عندي حاجة فيها مساء اوسائها لو كرأت الكرآن انتهى مفيش حاجة تانية بعد كده حاجة بسيطة وانا اللي عملها عشان نيفل بس بابتدجالين في الحتة دي واسع قوي حقيقي تمام يعني كم عندي بنوتة مثلا ما بتتجوز والبنوتة امورة جدا ما شاء الله فعلى طول دماغكم راح يتلفين مية في المية مع ملاحق وراح يبقى لليا قال لها شربي كل من مية كامل على بعضه يعني واحدة تشرب كل من مية ازاي اللي راح قال لها تستحمي وتقفين المية تنشف عليك هيجيب لها التهاب رئوي فكل واحد كان بيفتي فاتية ده ملوش حركة بدين لكن لما تيجي تشوف بقى في الحالة النفسية وبعد ما جات لنا لأ هي عندها بعض الصفات اللي لو قعد مع شخص مجرد قعدتين في التالت هيمشي صفات فيها برغم انها جميلة ملوش حركة الجمال ملوش حركة انا بتكلم في مشاكل نفسية بين قوي في الأعلى او شخصية او عيوب شخصية بالضبط بقى فيه برضو يا دكتور تعديل سلوك يعني انت ممكن موجود جدا وعندنا قبل بطريقة بسيطة مش لازم علاج ولا أدوية ولا ميديكيشنز على فكرة أقل حاجة دوقتي أو آخر حاجة بتحطها الدواء ده احنا عندنا علاج معرفي علاج سلوكي علاج انتقائي علاج بالالتزام علاج أنواع علاجات كتيرة جدا يعني بتحط الدواء ده للضرورة فيه أمراض بس اللازم يتحطيها لها غير كده لأ لكن بفضل الله أنواع العلاج والمرض يشفى بقول للناس دلوقتي الأمراض النفسية اللي كانت زمان مزمنة مفيش منها شفاء دلوقتي المريض يشفى تماما وبفضل الله وحالات الشفاء كتيرة جدا وهم اللي بيجيبوا المرضى بالمنازم طب هاي يعني المريض يخف عندنا قاعدة يخف يجيب لك أربعة يجيب لك أربعة ده لازم مش دعاية شغالين كويس الحمد لله طيب دكتور أحمد بنلاقي ساعات شخصية كويسة جدا والناس كلها بتشكر فيها ولكن بيعيني من نوبات الغضب يعني حد لما بيتعصد ما بيشوفش قدام فبتلاقي دايما أنه مثلا زميله في الشغل بيشتكوا منه مراته ومثلا شايفه إنسان هايل يعني على المستوى النفسي والشخصي ولكن نوبة الغضب دي لما هل دي بينفع لها كنترول أو تعديل سلوك أو حتى لو في عمري مثلا أكبر شوية نوضح كده في نوعين من العصبية في عصبية مفعالية وفي عصبية جينية العصبية اللي مفعالية اللي بتكلم عنها يعني أنا النهاردة راجل الموكف ده بس اللي عليت فيه مشاعري وده مش دائم بالنسبة لي تيجي تسأله انت بتعصب كلها دي لك لأ كل فترة برغم إن عصبيته عالية لكن كل فترة طيب دكتور أحمد إحنا معناها مدخلة معينا أحمد من المحلة أهلا يا أحمد أهلا سلام عليكم عليكم سلام من فضلك يا زلسة بس الدكتور سؤال أه دكتور أحمد معاك تفضل من فضلك يا دكتور أنا دايما عندي كسل زائم تسل أه كسل زائم من كل حاجة تمام وعندي دايما حالة عزام رضا غير طبيعية يعني أنا مش دايما شايف إن كل حاجة مش عجباني مش دي الحاجة اللي أنا عايزة بما أنا أصحها طيب ما ناخد وصفة عنا كده أستاذ أحمد تديني مثلا أنت بتشتغل أنت طالب أنا طالب هلوة جدا عندك كم سنة بس هلاني أحمد آآ 18 حبيبي تمام أوكي طيب الحالة دي بقى لها كتير يعني ده طبع فيك ولا لست مستجد عليك بقى لها أربع سنين ده ما شاء الله ده بقى لها كتير أو أنت ساكت ليه كل ده طب هو الكسل الكسل لأحمد معلش في الدراسة في المذاكرة ولا في حقيقي يعني عموما في كل نشاطك لا في كل النشاط في كل النشاط تمام طب كشفنا أو كده روحنا قبل كده نكشف أو حاجة حقيقة لا عملت تحليل شفت الغدى أخبارها إيه الغدى آآ لا ما عملتش تحليل قبل كده طيب أنا هجاوبك حالا طيب غير الكسل بس عشان نبقى معاك في أي حاجة تانية ظهرت بعد كده يعني اتطور الأمر لحاجة تانية؟ الكسل ودائما أن مثلا لو حصل أي مشكلة ولا حاجة بيبقى عندي الدمع قريبة قوي وبرضو عندي حالة من الحزن يعني دائما دائما مش مبسوط ومش بعرف أحس بالانبساط طب معلش سؤال هنا فارقي بس شوية أنت في حالة الحزن اللي أنت فيها دي لو عدى عليك صحابك اللي أنت بتحبهم ممكن تفك شوية وبعدين ترجع تاني للحزن ولا برضو ما بفكش؟ لا مش بفك يعني قعد معهم برضو في حالة زعيك؟ طيب يعني تبقى يعني دحكة مستنعة كده يعني طيب النشاط بتاعك الرئيس ينزولك الجامعة اتأثر ما بتنزلش؟ آآ أحيانا أو أحيانا تانية بتنزل؟ آآ أحيانا ما أحيانا بس بيبقى غصبا عني طيب شكرا يا أحمد دكتور أحمد هيرد على حضرتك طب هو طبعا نجسد هنا حاجة مهمة أوه وإحنا بنتكلم وطبعا أنا بقول للناس بس نصيحة مهمة إحنا اللي بنقوله دلوقتي ده مش هو التشخيص ده يعني تشخيص مبدئي لأن عشان نعمل التشخيص لحالة أنا لازم بعض أخد حاجات تفصيلية طويلة جدا وقت البرنامج مش سامح بيها لكن بيقول تانويه ربما يكون اللي هنقوله دلوقتي أولا مع الحساسيات الزيادة إنه حساس جدا 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 مع حالة المود القافل خالص تمام؟ مع حالة الأحباط اللي بقالها فترة طويلة ما عارفش يخرج منها أظن الحالة دي تعميل إلى القلق والتوتر بشكل شديد القلق عندنا هو إيه؟ تعريفه تفكير في المستقبل مع تشاؤم يعني أنا قاعد عمال أفكر في اللي جاي فمش راضي عنه متوقع الأسوأ برغم أنه لسه مجايش طيب الشخص بيكون حساس جدا دماغ بتفكر كتير جدا بيهتم بتفاصيل جمدة جدا من غير ما ياخد باله خالص طبيعته محترم جدا نوع برضو متفكير الزياد والقلق مستقبل آه وهو بشخصيات محترمة وعندها ضمير ما شاء الله عليها وتحس إنك لو كلفته بحاجة عايز يعملها على أكمل وجه فتقولي ده شخطية فوق المحترمة إزاي ده يبقى قلوق لا ده حاجة حلوة بس القلق لما زاد درجة ضره ضره هو شخصيا عمله إيه؟ عمله حاجة اسمها فقدان شغف إنه هو دي مولاك إيه؟ أنا مش عايز أعمل حاجة آه كل حاجة وإفتت وكلمة فقدان الشغف دي التي تستخدم في رايحة جاية في كل حاجة في محلها وفي غير محلها يعني واحد صحي منه من يرده أنا فقد الشغف أنا فقد الشغف عشان كده سألته دي لازم نعملها حلقة يا دكتور دي أنا دي قبل دي أنا أعمال أقول له جملة أنت بتروح الجامعة ليه؟ لو ما كانش بيروح خالص دي تماماً كان يدخل معايا في دائرة اكتئة يا بس حضرك تنصح أحمد إنه يراجع طبيب نفسي لازم لازم طيب إحنا معنا من نرمين من البحيرة نرمين بسأل خي عليكم سلام تفضل آه كنت عايز أتكلم بالدكتور أحمد آه دكتور أحمد سامعيك تفضل يا نرمين آه لو سمحك يا دكتور أنا أنا أثناء أربع بنات على أخص يعني إسمه محمد من بداية مراهقته كده حالياً في ثالثة عدادي من بداية مراهقته من قول عدادي كده وهو مانع معنا الكلام نهائي ما بتكلمش آه يتكلم مع ماه مثلاً بعد عياته كده يعد أقول لها أنا أحس أنه يعني بستعر من أخواتي ما كنتش عايزة بل وحداني لو حد قاله مثلاً أنت الوحيد على أربع بنات كلام من ده بيزعق آه وبيعايد كتير لو واحد مثلاً صاحبه بتكلم معه مثلاً بيهضر معاه ييجي مثلاً يعاية لماما برضو ويقول لها أنا مش بقبل هزار مثلاً كلام من ده هزار كبار وكده آه وديناه لدكتور يعني وقاله هو عنده اكتئاب آه وداله برشام يعني أنه واحد كده ماشي عليه بس هو حالياً الموضوع بيزيل معاه بطرش عيات بالليل ما بيكلمناش هو ساعد ما بيدخل كده كويس مع الناس كلها إلا إحنا يعني بره البيت بيتكلم كويس؟ أي وبره البيت بيتكلم كويس تمام طيب آه مين أقرب حد فيك أنتوا الاربعة ليه مع حالياً ما حد دلوقتي كانت أختي ليه قاعدة في الكلية اللي هي مش متجوزة آه ساعة ما ده كده تتكلم معاي وقول لها أنا تعبان أنا مش عارف أنا بعمل ليه كده أنا ببقى كويس مع الناس كلها اللي بره إلا إلا إنته هو معلش أنتوا تجوزتوا هو اللي فاضل معاه في البيت مين بنته واحدة بس؟ آه وأكبر منه فرقك بإيه معلش هي أكبر منه حوالي مثلاً الخمس سنين تمام جداً أجاوبك حالاً طيب شكراً ينرمين دكتور أحمد شخصية حساسة جداً أكبر أخت خمس سنين يعني فيه فرق زمني بينهم كبير مفيش أي تعامل بينهم هي بنته وهو ولد هل في حاجة في الطب النفسي إن الولد الوحيد على بنات كتير مش شرط لا لا مش شرط مثل طريقة التربية آه طبعاً يعني طريقة التربية عندي خليته وحيد يشعر بالوحدة الحاجات اللي كانت تبقى ميزة عند غيره يفرح بيها عنده هو بيت عيوب يعني ولد على أربع بنات ده أنت مميز ولد على أربع بنات ده أنت جاي آه ده أنت جاي آخر عن قود ده أنت جاي أنت بقى بيت الرجل بتاع البيت أنت ألف حاجة حلوة ما شافش الإيجابيات دي طيب طريقة التربية ماشية زي هم ربوا بنت اتنين تلاتة اربعة فبيربوا بنات على طول فاخدوا معهم زيهم بيربوا زي ما ربوا البنات فتربى بطريقة بناتي شوية مش راجب معه تربى أنت الحساس أكتر طبعاً جداً ده الشخصية الحساسة مش اكتئاب الحالة اللي عنده دي لو كانت اكتئاب كان بره وجوه شوفي دايماً بنسأل السؤالي وهو بره أخباره ايه بيتكلم مع ناسه قالت لا كويس هي أزمته أنه رفض طريقة البيت في التعامل وحاسس بفجوة بينه وبينهم احنا محتاجين علاج إرشادي فبردو يراجع هو دكتور أحمد أنا مش قادرة أوقف المدخلات لا لا على رأس تلينا ناخد أميرة من سهاج أميرة تفضلي تفضلي يا أميرة السلام عليكم عليكم أميرة اسمعينا من التليفون وبعادي عن التليفزيون عشان الصوت تفضلي بص حضرتك أنا كنت مرتبطة وكده كنت متجوزة وكنت بحب جزء بجيزان تي عندك كم سنة يا أميرة عندي 32 32 أه تفضل وأنا مفاصلة بقى إلي خمس سنين دلوقتي أنا مش عارفة انسان طبعا إنتي بتحبيه قوي كده أنتطلقته لا يا أميرة أنا مش عارفة انتبت دكتور أحمد بيسألك اتطلقته ليه يعني انت فاكريه له الحل والحاجات الوحشة اللي سببها لانفصال خلاص نسيتيها لأ أنا مش فاكرة أي حاجة وحشة مش فاكرة أي حاجة وحشة طب ما ترجعي له أسهل يا أميرة أميرة جاوز جاوز آه ده تلع مش طيب طيب ومش عارفة انسيه برضو آه لأ طيب أما بيجي عارز جديد بتديله فرصته يعني بتعودي معايا وتديله فرصة تتكلمي معايا وتعرفي مميزاته وعيوبه طيب ما بتعمليش كده قادرة مش قادرة طيب هجاوبك طيب يا أميرة نشوف مع دكتور أحمد ونودعليك دكتور أحمد to move on آه ازاي بقى أنت تخطى العلاقة السابقة التوازن بعد الصدمة يعني إيه بقى التوازن بعد الصدمة أنا كنت مع شخص بحبه ولازلت بحبه بس للأسباب ما الأمور فجأة صعدت ورقيت نفسي مع الأحداث بطلق خصل شيء عكس ما أنا عايزة فاتصدمت كلمة صدمة كنا بنقول دايما تعرفها إيه حاج عكس أفكارك أنت متوقع شيء يحصل عكسه فجألك صدمة إررر واقف مش عارف تاخد قرار خلاص هو المصيب انتهى لحد كده بس عبار ما فائد بقى كان خلاص القدر غير طريقه بقى غير طريقه يعني إيه يعني هو راح يتجوز فنهى الكلام أوكي لا بقاش فيه مساحة طيب نهاية الحياة لا خالص هي محتاجة أولا تعمل حاجة اسمها التوازن يعني تيت حساباتها بشكل إيجابي وسلبي تبطل الحالة الخيالية الزيادة اللي هي فيها الخيالي يعني إيه أنا عادة تتذكر الماضي وطايب الحاضر فدي مشكلة كبيرة ففكرك في الماضي بيدر حياتك دلوقتي وقدام العمر بدأ يجري وانت مش واغدى بيلك هتلاقي أعمارك بدأت تكبر هو تجوز وعاش حياته هو نفسه عمل أمه في أم جاي وانت بحلك سير وانت كما أنت وكمان بتفكري ناس محترمة بجيلك هي دي الفكرة ليه بقول لها ما دتيش واحد فيهم فرصة تشوف إيجابيات وسلبيات عشان هي كده ما عندهاش عين البصيرة أن تشوف أرض الواقع فيها إيه هي مش شايفاهم هي عادة بصة على ورد نصيحة طبعا لها لازم نعمل حاجة سمعها التوازن بعض الصدمة مش هقولك بقيت عليها الدكتور هقولك بس اتفرج على حلقات كتير قوي عاملينها شرحها نفسها والموضوع بسيط هتعرف تعملها لوحدها من غير أي حاجة سهل أوي يعني ممكن على يوتيوب أو كده على يوتيوب هتعرف تعمل الخطوات بس طيب دكتور أحمد سريعا بس عشان الوقت بيدهمنا عايزين رشدتها للصحة نفسية متزنة سريعة طيب لكل اللي قلنا لهم بقى أولا الحياة التي تخلق من الرياضة يدخل مكانها الدواء هتقول لي ما بيع العبش الرياضة هقولك استعد للعقاكير اللي تخش جسمك دلوقتي حالا فده حل بسيط رقم واحد رقم ما فيش وقت وما فيش معرفش إيه لا وفر وقت بدل ما تقضيها أمراض وما فيش وقت بقى في الحلقة هو كده ما بقاش في وقت الحلقة دكتور أحمد إن شاء الله لنا لقاءات وحلقات جاية طبعا كنت ضعيفا عزيزا دائما أعزائي المشاهدين بشكر حضرتكم شكرا جزيلا أتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا النهاردة انتظروني الأسبوع القادم كانت معكم دعاء الجزار في أهوتك مع دعاء